السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد لأن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره لمحادثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو المجلس التسعون من شرح كتاب تدبرات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للشيخ عبد الرحمن السبهان وقد بلغنا إلى سورة إبراهيم عليه السلام وبلغنا إلى قول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشارة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشارة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وأمثال القرآن علم كامل من علوم كتاب الله تبارك وتعالى له كتب مستقلة ككتاب أمثال القرآن للإمام النقيم وكذلك كتاب أمثال القرآن للمهوردي رحمه الله تعالى وكان أحد السلف يقول إذا قرأت المثل ولم تفهمه فابكي على نفسك فإن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالم إذن الله تبارك وتعالى يضرب لنا الأمثال ليقرب لنا المفاهيم ليقرب لنا المعاني فإن كنت لم تفهم التقريب فكيف ستفهم البعنى لذلك نحن نحتاج إلى مزيد من التدبر لأمثال القرآن وكيف أن هذه الأمثال في الحقيقة جاءت مطابقة للمشبه به وجاءت وجاءت محققة للمعاني التي أريدت من أجلها يقول المام النقيم رحمه الله إذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب إذن الله ضرب هذا المثل مثلا الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو أعلى شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قول القلب وقول اللسان فإن الإيمان قول عمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجمال وكل هذا من الإيمان فهنا الكلمة بمعنى كلمة التوحيد المقتضية لليقين والمقتضية للإيمان والمقتضية للقول والمقتضية للعمل تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان قال إذا تأملت هذا التجبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت هذا من اليقين وهذا من استقرار اليقين فإن أصل الإيقان ويقون الشيء إذا استقر واليقين أوله زوال الشك وأن يثبت القلب على تصور وعلى عقيدة معينة فهذا قول القلب قول القلب هو المعرفة قول القلب هو العلم قول القلب هو اليقين قول القلب هو التصديق أصلها ثابت وهذا يدل على الثبات ويدل على الرسوخ ويدل على عدم التذبذب ويدل على عدم الشك وعدم الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أصلها ثابت وفرعها هذا أصل الإيمان أصلها ثابت أصل الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وأصل العمل القلبي وفرعها في السماء والفرع هنا بمعنى الأعمال الصالحة من الأعمال القلبية فوق الأصل وأعمال الجوارح فرعها في السماء فهذا يدل على علو الهمة ويدل على التعلق بمعالي الأمور ويدل على المسابقة والمسارعة والمبادرة والاغتنام أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهذا يدل على أن المؤمن القوي دوما يجد من ثمار طاعته وحلاواته ومذاقاته كل حين فهو لا يعبد الله في شهر دون شهر ولا في يوم دون يوم ولا في زمن دون زمن ولا في مكان دون مكان كل حين إشارة إلى الاستقامة إشارة إلى الطاعة والثبات عليها إشارة إلى الربانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن قل آمنت بالله ثم استقم فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير والاستقامة كما ذكرنا هو معنى يلتأم من الطاعة والثبات والرسوخ عليها فكان نبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل كل حين بإذن ربها وهذه قضية مهمة في سيرنا إلى الله وفي غرس شجرة التوحيد في قلوبنا أن كل هذا بإذن الله فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقت ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله بإذن الله بإذنه الشرعي وإذنه الكوني أنت وفقت للصلاة والصيام أنت وفقت للذكر أنت وفقت وأعنت وألهمت ذلك ولذلك قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفض الكبير هذا الذي ينفي العجب والكبر والاعتماد على النفس في هذا الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على طاعة إلا بالله تبارك وتعالى كل حين بإذن ربها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشره كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف ويقول لا ومقلب القلوب وكان يدعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانصرني ولا تمكر بي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك ذكارة لك شكارة لك رهابة لك مطواعة لك مخبتة إليك أواها منيبة تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد ديساني واصر سخيمة صدري إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه يدعو الله تبارك وتعالى أن يقيمه مصلية أن يوزعه وأن يشكر كما دعا إبراهيم ربي اجعلني مقيمة صلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربي أوزعني قال سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إذن أنت بالله لا بنفسك تؤتي أكلها هذه الشجرة تؤتي أكلها وثمارها وكما ذكرنا أن الإيمان له ثمار تذاق ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربه والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ثلاثمًا كُنَّ فِي وَاجْدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمان أن يكون الله هو رسول أحب إليه منا سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذى في النار قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلاي قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتين فرحة عند فطره وفرحة لصومه عند لقاء ربه إذن هناك فرح يذاق ثمار للإيمان من الفرح والسعادة وانشراح الصدر والحلاوة والمذاق والثبات والرسوخ والتمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصلح بالهم فهذه ثمار عاجلة ثم بعد ذلك الثمار الآجلة في الآخرة الثمار الآجلة في الآخرة وهي في الحقيقة القرب من الله تبارك وتعالى في جنته في جواره عز وجل وحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيء أحب إليه من النظر في وجه ربهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنة وزيادة فالحسنة الجنة والزيادة هي نظر إلى وجهه تبارك وتعالى في يوم المسيطة فهو هنا في الدنيا يشعر بهذه المذاقات وهذه الحلوات ولذلك دي نقطة مهمة جدا في الوجد والمذاق الإيماني الشرعي وليس المبتدع السوفي قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا عملت العمل ولم تجد له حلاوة في قلبك فاتهم نفسك فإن الرب شكوري إذا عملت العمل ولم تجد له حلاوة في قلبك فاتهم نفسك ده ومن قاعد بنفسك على لئمة ما تقولش لا المشكلة في الصلاة أو المشكلة في الصوم أو في الزكاة لا المشكلة عندك أنت في إقامتك لهذه العبادات على قدر إقامتك لهذه العبادات على وجه العبودية وعلى وجه الإخلاص وعلى وجه الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما تزداد بها سرورا وقرة عين وثباتا وحلاوة ومذاقا ورسوخا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى هذه نقطة في منتهى الأهمية موسى عليه السلام قال لغلامه آتنا قداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب متى وجد موسى عليه السلام النصب حين جاوز الموضع الذي أمر به وهكذا حين يجاوز الإنسان الموضع الذي أمر به حين يجاوزه إما بضعف الإخلاص في رياء أو صمعة أو عجب أو غرور أو أن يجاوزه على غير موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع إن كانت البدع الحقيقية أو الإضافية إن كانت البدع العقدية أو العملية قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود غير مقبول ويجد أثر ذلك يجد أثر ذلك من الضيق والوحشة وضعف الأنس بالله تبارك وتعالى وضع والفتور والكسل والتأخر كل هذه عقوبات في الحقيقة عقوبات لأنك لم تقم بالعبودية على وجهها ورسمها وكذلك هناك حسنات وكذلك هناك مراكات وفتوحات ونفحات ورحمات إذا أقمت العبودية على وجهها وعلى رسمها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسولي فهجرته إلى الله ورسولي ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ألا لله الدين الخالص بل قل الله أعبد مخلصا له ديني هذا الإخلاص والذي يوجب الاتباع فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربه أحد على قدر التوحيد يكون العمل صالحا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العدة التي تعدها للقاء الله تبارك وتعالى على قدر الشوق على قدر التجريد على قدر الخشوع على قدر الانكسار على قدر الإقبال على الله تبارك وتعالى تجد آثار إقبال الله عليك عبد قم إلي أمشي إليك وامشي إلي وهروي إليك من تقرى مني شبرة تقربت منه ذراع ومن تقرى مني ذراع تقربت منه باع تجد أثر هذا في قلبك تجد أثر هذا في صلاة الفجر في جماعة تجد أثر ذلك في قراءة القرآن بتدبر وخشوع تجد أثر ذلك في الصيام في تحقيق التقوى والمراقبة والشهود والحضور مع الله تبارك وتعالى تجد أثر ذلك في طلب العلم النافع تجد أثر ذلك في الدعوة إلى الله وإن أذاك الخلق لا تجد لهذا مشقة بل تستعذب ذلك في سبيل ربك عز وجل تجد أثر ذلك في الجهاد في سبيل الله تجد أثر ذلك في صلة الرحم وبر الوالدين وبذل الصدقات والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله تبارك وتعالى تجد أثر ذلك تجد هذا نعيما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة انشراح صدرا تجد انشراحا للصدر عجيبا أنت قد تستغرب وهذا يكون كلما وقيت شوح نفسك كلما بذلت في الصدقة التي يشوح بها الناس تجد روحا وريحانا كلما بذلت وقتك في الطاعة تجد نفس الطاعة فيها لذة وروحا وراحة وصلاحا للبال وطمئنينة وجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة ولذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لذلك بقول حضرتك أن معيار التزامك وتديونك كتير قوي بيبقى على قدر ما ذقت على قدر ما وجدت من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد أن تجد الله أن تجد الحال ولذلك كثير جدا من الناس يسير إلى الله تبارك وتعالى شكلا مظهرا صورة نقاب لحية رافع الشعار دون التحقق بالأحوال الإيمانية الشرعية دون التحقق بأعمال القلوب الأعمال الباطن صلاح الباطن نحن نريد ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا جسدا وروحا نحن نريد سرا وإعلانا هذا هو التوازن التوازن في سيرك إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تجد الأكل يعني ما ينفعش أبدا في وقت الفتن وفي وقت المحن لا تجد في قلبك معاني الصبر والرضا والتفويض والشكر ما ينفعش في وقت النعمة تجد في قلبك أنواع الجحود وعدم الوفاء لا ينفعش في هذه الفتن وهذه الغربة وهذا البرد القارص الذي يضرب القلوب بعواصف الفتن لا تجد في قلبك الأكل الثمرات الإيمانية التي تجعلك تثبت التي تجعلك تقاوم التي تجعلك تصارع التي تجعلك تسرع الشيطان وتسرع نفسك الأمارة بالسوء وتهزم همزات الشياطين ووساوس الشياطين وتقف بوجه الكفر والفجر والمنافقين شياطين الإنس في زمن يتشكك في الثوابت وبدهيات الدين وكلام الله ورسوله ويخرج الزنادقة علينا كل يوم من بطرهات ويحاربون الله ورسوله ويشككون في القرآن والسنة وفي الصحابة والتابعين وإمة الدين وفي علم الحديث والجرح والتعديل وعلوم التراث عمتا بل يخرج علينا الآن زنادقة باسم التنوير والتفكير وغير ذلك ويقدحون في الإسراء والمعراج أو يقدحون في عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك لا أو يكرهون أن يسمع القرآن جهرة أو أن يقرأ القرآن في الدكاكين والصيدليات وغير ذلك أنت ترى كل هذا التعفن تعفن الأرواح الذي ينضح على الألسنة كأنك ماشي بين أموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع ما يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذية القلوب قلوب المنافقين قلوب الكفرة قد ماتت وتعفنت وخرجت على ألسنة هؤلاء أي دولوجيات كافرة وفلسفات وجودية وفلسفات إلحادية وأنواع التغريب وأنواع الكفر والجحود والتشكيك وبث التشكيك في النفوس وغير ذلك ينبغي أن تقاوم كيف ستقاوم الشبهات كيف ستقاوم الشهوات وأنت لا تجد أكل الإيمان أكل اليقين ثمرات الإيمان وأعظم ثمرات الإيمان هو الثبات أعظم ثمرات الإيمان هو المذاق الذي يجعلك تثبت أنا جناتي وغستاني في صدري هي معي لا تفارقني أينما ذهب إن حبسوني فخلوة إن نفوني فسياح إن قتلوني فشهادة ماذا يصنع أعدائي به هذا التوكل هذه اللامبالاة بالخلق والمبالاة برضى وغضب الخالق فقط إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك يا أبسع لي لكن الخلق لا أبالي بهم لا أبالي بغضبهم لا أبالي بمتحيهم لا أبالي بذنهم إنما أقصد رب العالمين أريد وجه الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فقط يبقى هذا كل هذا من ثمرات من ثمرات الشجرة التي غرستها في قلبك تغرس القلب يغرس فيه والأرض ده والقلب الأرض دي إما أن تكون بور وإما أن تكون خصبة إياك أن تكون من الصرف الثاني التي قال التي عير الله فيها الكافرين بقوله عز وجل وكنتم قوما بورا لا مثل ما بعثين لبوا به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فأصاب منها طائفة نقية قبلة الماء فهنبتت الكلأ والعشب الكثير فأكل الناس وسق وزرعوا أنا مش عايزك بس تاكل وتتغذى أنا عايزك كمان فأرضك بساتين وأشجار وجنان أنت تتغذى وحولك يتغذى أنت بتاكل وبتشرب وبتتغذى وبتقوى وبتثبت كلت طبعاً ثقاءات وطعامات وغذاءات معنوية روحية وكذلك من حولك يتغذى بالعلم والتعليم والدعوة والنصح والأمل معروف وناء عن المنكر والتربية والتخلية والتحلية والتصفية وتسكية النفوس لك وظائف تلث ميراث النبوة من تعليم الكتاب والحكمة وتسكية النفوس وتلاوة الآيات وتعليم الخلق وربط الخلق بالخالق والسماء بالأرض والدنيا بالآخرة وتعبيد الخلق لله يا تبارك وتعالى قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من الشكين وعلى قدر أنت تغذيتك أنت الشخصية بأكل هذه الشجرة على قدر ما تكبر الشجرة وتعظم الشجرة حتى تظلل من حولك حتى تغذي من حولك حتى تخترق ثمار هذه الشجرة العصورة والدهور والأماكن والأزمنة فنجد آثار العلم وأثار وبركة علمك وبركة أثرك وبركة دعوتك عبر الأزمن ابن القيم مات من سبعمائة سنة تنتخيل يعني سبعمائة سنة وزيادة يعني خلاص استحال جسده ترابا لم يقى إلا عجب الذنب ومع ذلك أنت لازلت تدارس كلماته ماذا كان في جوفي ابن القيم من العمران من البساتين والجنان الذي سطرت في الكتب وماذا كان في سره من إخلاص وتجرد وإقبال على الله تبارك وتعالى وصدق لجوء إلى الله حتى بلغ الله عنه دعوته بل كان من القيم يقول كلمة عجيبة جدا في مدرج الساركين وهو بيتكلم عن الفرح الإلهي فرح الله بتوبتك اللي هو السر الأعظم في التوة فيه كده فصل في مدرج الساركين اسمه السر الأعظم لنا شرح عليه مستقل هو حضرة مستقلة فابن القيم يقول أنا أتكلم هذا الكلام حتى لو محدش فهمه دلوقتي حتى لو محدش يهتم بيه دلوقتي سيخلق الله تبارك وتعالى لهذا الكلام خلقا يفهمه ويتعلمه ويعلمه إيه ده؟ في بعض الأحيان مع شدة الغربة اللي احنا من أحياها كتيرا بقولك أنا أتكلم مين؟ يعني الناس تدخل وتطلع والغرفات محدش بيتفرج عليها والمشاهدات والبرامج والكتب محدش بيقراها كلمه ليه؟ أنا بأتعامل مع الله أنا بأقول كلام يخلق الله له خلقا ليسمحوه بعد مائة عام بعد مائتين عام بعد سبع مائة عام بعد ألف عام يتقبله الله بقبول الحسين بس ويرضى به عنه كثير جدا من الناس بتستعجل الآثار الآثار وش الشهرة وش اجتماع الناس حواليك الآثار هو أن يقبل الله فإذا تقبل الله كان إبراهيم عليه السلام من استجاب له في حياته يعني صار ولوط ثم جاءت هاجر بعد ذلك فمع ذلك إبراهيم إيه؟ عليه السلام إيه الإمام لسان صدق في الآخرين جعله الله أمة إيمانه كإيمان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم يجتبعوا هداه إلى صراط المستقيم استلهام المعاني الكبيرة دي العظيمة دي يجعله كتثبت رغم الغربة رغم القلة رغم عزوف الناس رغم الحرب الدروس رغم التشويه الإعلامي رغم التهب المعلبة رغم الأذى رغم التضييق رغم الحصار رغم الاستضعاف استلهام معاني الثبات من خلال أنثلة القرآن أنا نغرس إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فينستطاع أن يغرسها فليغرسها إذا قامت الساعة مش حصلت بعض الفتن حصلت بعض المشاكل والظروف والضغوط ونوع الإبتلاءات إذا قامت الساعة تتضبر العالم نهاية الكون ولا يزال في يدك فسيلة إن كانت فسيلة بمعنى يعني عمل دنيوي أو أخروي نافع لك وللناس فلتغرسها المقاومة إلى آخر رمق العمل إلى آخر رمق عدم الاستسلام عدم البؤس عدم التباؤس عدم اليأس من روح الله عز وجل وذلك الرجل الذي قتل مئة نفس ثم أذن الله له بتوبة السرواية تقول إيه فناء بصدره بدأ يسحف قرب بصدره شبر من القرية الطيبة ناء بصدره عارف أما تكون قضية نكون أو لا نكون قضية حياء وموت قضية رسالة غاية مختلطة بشحمنا ولحمنا وأعصابنا وأفكارنا وطموحاتنا ورؤانا ومفاهمنا ومشاعرنا حياتنا كلها فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول مسلمين أن أنت يتزرع فيك شجرة التوحيد شجرة التفريد يتزرع فيك الإيمان بضعة وسبعون شعبة أعلى قول لا إله لله أدناء مطة الأذعي طريق الحياء شعبة من الإيمان الحب الخوف الرجاء الأنس الشوق صلة الراحم بالولدين الخلق الحسن أمر عروفناها المنكر الجهاد في سبيل لا شعبة شعبة وآية آية وحديث حديث ومسألة مسألة ومنزلة منزلة ودرجة درجة وتصبر وتصابر وتكابد وتكدح بتحصيل القلب السليم وتعد العدة كل يوم في كل صلاة وركوع وسجود وكلمة وذكر وتزبيح وتهليل وتكبير وتحميد أنه لحظة مودع تحسن العمل تعبد الله كأنك ترافق لم تكن ترافق ويراك لا تؤذي الخلق تعفو عن من ظلمك تعطي من حرمك تصل من قطعك تتواضع الله فيرفعك تعفو فيعزك الله تبارك وتعالى تظلم فتعفو وتصفح تترقى في درجات العبودية إحسانا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى تبقى أنت وخدالك لأنت بتغرس بتزرع بتتلقى الوحي كالمطر كالغيث فيحي له به موات قلبك اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قال قبلها ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوضوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد وفقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون ازرع ألبك استثمر ألبك صح استصلح أراضي ألبك صح املأ مساحات قلبك بساتين وأنهارا وأشجارا من خلال الوحي من خلال تلقي الوحي من خلال العلم النافع من خلال العمل الصالح من خلال التواصل بالحق من خلال التواصل بالصبر وستجد ثمرات ذلك وإن لم تجد ثمرات ذلك العاجلة لابد أن تتوب وتنكسر وتراجع نفسك فاتهم نفسك فإن رب شكور من شكره عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينا حياة طيبة من شكره عز وجل فمن يعمث قال ذرة خيرا يرى ومن يعمث قال ذرة شرا يرى ترى الخير في الدنيا قبل الآخرة تدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة تجد صلاح البال والطمأنينة والأمن النفسي والإيواء إلى الركن الشديد في الدنيا قبل الآخرة تجد الثبات والرسوخ في الدنيا قبل الآخرة قال ابن القيم إذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت الاستقامة بحسب ثباتها في القلب مش بيعبد الله على حرفه نصبه خير وطمأن نبيه ونصبته فتنة ونقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة مش متلون مش مشوش مش متذبذب مش مرائي مش مسمع مش معجب مش متكبر مش منتكس مش مرتكس قال بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها بحسب ثبات شجرة الإيمان في القلب وشجرة التوحيد في القلب ومحبة القلب لها إن القلب يحب التوحيد ويكره الشرك مشكلة كبيرة جمعا أما يخرج علينا واحد يقبل أو يروج لقبول والرضى بالكفر بعبادة البقرة بعبادة بوزة بعبادة زرادشت بعبادة كونفوشيوس نظرته لكل أديان واحدة وش دي نظرته لوحده نظرة العلمانية لأديان واحدة يجعلونا الشرك كالتوحيد الحسن كالقبيح الجمال كالقبح طرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد إله بل أكثرهم لا يعلمون كيف كيف تسوي بين الكفر والإيمان والظلمات والنور إذا ذكر الله وحده وش بأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون عجب قلوب منتكسة قاسية ميتة في الحقيقة متعفنة محبة القلب لها يحب القلب التوحيد لأنه موافق للعقل والوجدان والفطرة والشرع البراهين العقلية والبراهين الحسية والبراهين الشرعية يتسق مع التوحيد يتنفس التوحيد يتنفس سبحان الله والحمد لله كأهل الجنة حياته كلها لله عز وجل كان ابن القيم يقول وننتصح منك عبودية ما دام لغيره فيك بقية يمغي يكون كلك لله إرادات أفعال حركات سكنات طموحات رؤى مفاهيم آمال آلام أحزان أفراح قرارات إنجازات علاقات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي الله يعب العالمين نحيا لله ونموت لله ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك واجه الله دخل الجنة قضية تبتقول لا إله لله ليه عشان الدنيا عشان الآخرة عشان يعصم دمك ومالك المنافقين دون أن يختلط هذا بشيغاف قلبك دون أن تؤمن وتوقن فعلا ولا القضية أنك ثبت ووجدت وذقت ومعرفته بحقيقتها حقيقة التوحيد اللا معبودة بحق إلا الله توحيد الألوهية وتوحيد الروبية وتوحيد الأسماء والصفات اسما اسما وصفة صفة وفعلا فعلا لله عز وجل حتى يتشرب القلب التوحيد آه يا جماعة القلب بيشرب وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم فإن كان يشرب الكفر وهو مناقد لأصل فطرة القلب وهي الحنيفية فكيف شربوا القلب للتوحيد فكيف تشرب القلب للتفريد فكيف تشرب القلب لأن يتوجه إلى الله صدقا وإخلاصا وتفريدا وتوحيدا كأن ينظر إلى عرش ربي بارزا وكأن ينظر إلى أهل الجنة يتدعمون فيها وكأن ينظر إلى أهل النار يتضغون فيها الإيمان كأنه يراه حضورا وشهودا وحبا وشوقا وإخلاصا وأنسا وإنابة وتوبة وافتقارا وانكسارا ورغبة ورهبة وقيامه بحقوقها حقوق لا إله إلا الله حقوق التوحيد الذي يلزم منه في الحقيقة مجانبة الشرك والكفر وصوره وملازمة التوحيد وأعماله من الطاعات كما ذكرنا الإيمان قولنا عمل وحق الله على البدء أن يعبدوه ولا يشكو به شيئا ومراعاتها حق رعايتها الرعاية لأن التوحيد أصفى شيء وأنقى شيء تؤثر فيه اللحظة واللفظة والنظرة كلمة ما تقولش ما شاء الله وشئت ما تقولش ما اعتمد على الله وعليك إيه ده؟ لفظة مراعات النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد باب في كتاب التوحيد الشيخ السلام محمد عبد الوهاب مراعاة ليه؟ احنا محتاجين نمرش القلب على طول في الكلمات في النبرات لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملك وأنتم لا تشعرون وتعظيم الرسول من تعظيم مرسله صلى الله عليه وسلم ومرسله الله تبارك وتعالى إيه ده؟ نظف الكلمات من كان حلفا فليحلف بالله إيه ده؟ من حلف بغير الله فقد أشرك وكفرته لا إله إلا الله إيه ده فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر توحيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه التوبة توحيد حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحبة وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا فيتجل التوحيد في كل عمل قلبي وعمل ظاهر إن الصلاة تنعى لفحشايا والمنكر ولا ذكر الله أكبر ما فيه من ذكر الله ما فيه الصلاة من ذكر الله أعظم من نهيه عن الفحشايا والمنكر وأقم الصلاة لذكري ووين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة إثار الله على كل شيء الصوم يدع شهوة وطعامه من أجلي الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك توحيد إذا محبة التوحيد إخلاص في التوحيد معرفة بحقيقة التوحيد وحسن التوحيد وجمال التوحيد ومعرفة حقوق ومراعاة حقوقه في الألفاظ والسكنات والحركات فلا يصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدق جوارحه تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالأركان ونفى تلك الحقيقة أي الإلهية ولوازمها عن كل ما سوى الله يبال قضية وشأن الله إله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كل ما عبد من دوني فهو باطل وعبد بباطل وثن شجر حجر ملك نبي لا يستهق الإلهية إلا الله ولذلك لا يقوم إيمان بغير كفر لابد أن تكفر بالطاغوت لتؤمن بالله تخليه وتحليه لا يقوم حبه من غير بغض لابد أن تبغد في الله حتى تحب في الله لابد أن تبغد الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راد وهو يعلم كل من تعدى وتغى عن حد العبودية من معبود أو متبوع أو مطاع حاكم غير ما أنزل الله مبدل شرع الله كاهن ساحر شيطان وأوس الشياطين وغيرهم من الفراعين تبغد ذلك وتظهر العداوة وتسعى في إزالة عبادة هذا الطاغوت بالكلمة والبيان بجهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان إن استطعت إلى ذلك السبيل فقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون هناك شرك ظاهر يحكم الأرض بل تسعى لأكي تكون كلمة الله العليا أي شرعه وأوامره هي النافذة في العالم على المسلمين وغير المسلمين ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا فلا ريب أن هذه الكلمة لا إله إلا الله من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت الصالح الذي يصلح أن يعرض على الله الذي اجتمعت فيه شرط الإخلاص والمتابعة وركن الحب والذل فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلمًا كثيرًا طيبًا تثمر كلمًا كثيرًا طيبًا يقارنه عمل صالح قولم عمل فيرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة فيرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة نعم فيرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيبة كما قال تعالى إليه يصعد الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه فلا يقبل كلام من غير تصديق بعمل فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت وهي لا إله إلا الله فمن ذلك أن شعر لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر كذلك شجرة الإيمان والإسلام يطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها الإخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل الهدي الظاهر والدل أي السمت الظاهر المرضي فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله الاعتقاد في الله عز وجل من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما أخبر الله وكما أخبرت الرسل من غير غلو ولا جفاء ولا تفريط ولا إفراط ولا افتراق عن السبيل المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفرقة الناجية المنصورة لا تزال طائفة أممتي على الحق ظاهرين قال استفترق أممتي على ثلاثة وسببين فرقة إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه يقول والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائب في القلب والأعمال موافقة للأمر والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شارة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة إذا كان الأمر بالعكس من أعمال الفجور من نشر الحاد من نشر الفساد من نشر المعاصي من نشر البدع العقدية والعملية من مخالفة القول العمل من مخالفة القول للسلوك من مخالفة الاعتقاد للسلوكيات إذا فسد فسد سائر البدن علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجدثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومن أيضا مظاهر هذا المثل أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها وهو إيبا المادة هنا إيبا مادة العلم بالوحي فإذا قطع عنها السقي أو شك أن تيبس فهكذا شعرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذكر وإلا أو شك أن تيبس وفي مصنى إمام أحمد من حديث عبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهدوا صاحبه أو شك أن يهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات الصلوات الخمس الأوراد من الأذكار والأدعية صلاة الجمعة صلاء والحج الشهر رمضان إلى رمضان على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم ومن ذلك أيضا أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه فإن تعاهده ربه صاحبه ونقى وقلعه كمل الغرس والزرع يعني دايما الغرس الطيب يبقى حوله حشائش كده ونبتة ضرع لازم تتعاهد واتطلع الكلام ده نفس الكلام النواية يعترض لها الرياء الكبر إلى غير ذلك من محبطات الأعمال وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن لم يكن له فق نفس في هذا ومعرفة فإنه يفوته ربح كبير وهو الأشعر هذه قضية التسكية التخلية والتحلية والتنقية والتصفية قضية الملازمة لذلك قضية علم المعاملة قضية التربية التي لها خلفية وقضية وفكرية صحيحة فتنطلق في أمر التسكية والسلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى على بصير فالمؤمن دائما سعيه في شيئين حكتين سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها تنقية ما حولها تنقية ما حولها دي التخلية وسقي الشجرة العلم النافع عاما صالح دال إيه التحلية فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلام فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار وإلا فلو طهرت مننا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت لهم للتلقي عن الله ورسوله الوحي قرآن وسنة لشاهد من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق العلم تدارس القرآن والسلام حرفا حرفا وكلمة كلمة والذي يعيش حياته ويخرج من هذه الحياة دون أن يتذوق أنواره وحقائق الوحي فهو لم يعيش الحياة والذي يزعم أنه يطلب العلم دون التدبر والاستنباط والفهم بكلام الله ورسوله والبحث في أسراره والبحث عن أنواره وحقائقه هو لم يعرف الآن وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم أي الصحابة وجده كذلك فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام يأنفعه الذي هو كتاب الرب سبحانه وتعالى أكثر الخلق ينشغلون عن كلام الله ورسوله منهم من ينشغل بالفلسفة وعلم الكلام منهم من ينشغل بكلام إمامه وإمام مذهبه ويفسر كلامه كلام إمامه أو شيخه لا الانشغال بكلام الله ورسوله أولا تدارسه أولا تحليله والاستنباط منه وتدبره أولا وإنه لولا أن ابن شيخ الإسلام المتيمية وابن القيم رحمه الله كان جل كلامهم وفتاويهم وتحليلاتهم لكلام الله ورسوله لما عاش علومهم كل هذا الارتباط بالوحي يكسبك من صفات الوحي فمن صفاته الخلود وأنه فوق الزمن والمكان وكذلك من ارتبط بالقرآن والسنة يجعله الله المتقين إمامه ويجعله لسان الصدق في الآخرين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله والظالمين ويفعل الله ما يشاء نقف معها بإذن الله تبارك وتعالى في الغد وبهذا سنختم بإذن الله تدبرات الإمام القيم في صورة إبراهيم قولوا القولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك ونم ربنا بالحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لي ترجمة نانسي قنقر